تجربة خيرة كانت في فريق أهل ترابلوس الليبي موافقكم شرب تكملوا معناها في المسابقات الفريقية مع الكواتش شكري خاطوين واجهوه وتحية اليوم وين سيمح؟ اليوم سيمح موجود في تونس ما أنا بعد تجربة مع أهل ترابلوس عاشت فيها البيهي وعاشت فيها الخايب هزينا معهم دوبلي وموافقنا شرب باش نكونوا في دول المجموعات في كاسي كاف اللي عدد ظروف وبالمناسبة نشكر سي شكري الخاطوي اللي تحمل المسؤولية واللي قبل الفريق في وضعية كانت صعيبة برشة ويعطيه الصحة والحقيقة اكتشفت معنا إنسان ما شاء الله عليه والبركة العليه معنا وفرحة برشة اللي خدمت معاه حتى واني شهرين بركة خدمت مع سي شكري اللي كنت علمت منه برشة حاجات إن شاء الله رب يوافق ومتأكد اللي هو إن شاء الله في المستقبل باش يشوف وباش يدرب برشة جمعيات كبار على الشي اللي يريده وعلى معنا اللي عيشت معاه فيهم معناة بركة العليه هذي كي يكون القدم اخويا معنا بالنسبة لأهل ترابلس نحب نشكرهم زادهم يعطيهم الصحة معنا عديت معهم فترات به يا برشة إن شاء الله رب يوافقهم في المستقبل عندهم من الإمكانيات ما يخول لهم باش يكونوا ما نحكيش على الدوري المحلي باش يوصلوا حتى الأبعد الحدود في 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 أفريقيا عندهم الإمكانيات المالية الإمكانيات البشرية بركة اللي الملعبية كل اللي نقدم لهم التاحية كلهم ما شاء الله عليهم محترفين بيئة معناة الكلمة اسطنينا مخيو سامح اسطنينا على سامي اللي جيت غايلان ما بولولو مواجم ممتاز على غالب ما كانش ما كانش عندنا برشة وقت باش نحضروا الفريق ما بولولو مثلا اللي تحكي ترينا معنا يومي بركة نهارين قبل للمعج معنا مش هيك صحح ورجعي كيب ناسيونال جاء نلعبوا بالأحد جاءنا بالخميس غايلان كيف كيف ما تمرنش برشة مع الفريق كنا ناخد مناقسين تسعة ولا ثمانية ملعبية في المنتخبات الوطنية هذا رو مش معنا عذر واحد يعطيه اما بقدرة ربي في المستقبل المجموعة هذي كانت حافظة عليها الاهلي وكان يمنوا برواحة مرام باش يوصلوا لبعيد وانا متأكد اللي بقدرة ربي باشي وريكورة مزيانة برشة في المستقبل بيئ شكرت شكرا لخط وانت التجربة اللي كانت تقبل لانت مشيت مع طرق جرائي ما كانتش موافقة برشة لا لا عليش لا لا عليش نشكره هو انا احنا حكينا على فترة معينة فهمت شوف اي واحد نخدم معها اكيد باش نشكر واعطي صح حسد كوتش طارق معنا تحصلنا على الدوبلي مع اهلي ترابلس كمشينا بعد اللي غالب صارت حاجات ممكن الكرة ما حبتش مش ديما الكرة تمشي معاك وفهمت انا واحد مني ازادة في ما كنتش معهم معنا في السوديسي الثانية اللي غالب فهم حاجات صارت اللي خليتهم ينحيوني من الفريق ما نعرفش عليش معنا صارت لي عملية على ظهري وعملت العملية وكنت لابس وجاءوا هوني في استاج وقالوا لي قلت له مراني لابس ما انا بش نرجع مع الفريق ولا قالوا لي اوكي بش نكلموك وبعد تنحيت والحاجة اللي تغيضك انا بيكلمك حتى واحد يقول لك ركت نحيت فهمت هو طرق لي ما كلمكش لا كنت كل يوم نكلمه نقول له شنه وصار كل مرة يقول لي بش نكلم الرئيس ينجم راني كان نقول كلمة غالطة ينجم عنده حق الرد فهمت كل يوم يقول لي بش نكلم الرئيس بعد ان كانوا ما نقول له شنه وصار يقول لي ما قابلتوش وانا متأكد اللي هو قابل اخذيت في خاطر لكم منه شوي عادي عادي هذيك كنت القدم رايب فهمت لكن انك انك تجي الواحد تقول له راني ما معادش مثلا لغالب وفين مكتوب بيناتنا احسن من انك تقول له لحظة واحدة فهمت لليوم شوف انا نشكره شكر كبير اللي هو كان اول واحد تصل بي بعد ما بطلت الكورة وبديت معاه هذا يعني الكريير جديدة كامترونو ايما بعد سنو تبدل خريف سبحان الله الواحد ينجم يكون انه معاش مرتاح ما الانسان هذيك فهمت سبحان الله هو قال في ايه فهم قال سيمح مروض بظهره على ذيك لا لا شوف بروضت بظهره صحيح وعملت العملية على الريدي سكال على الريدي سكال لما معنا بعد كنت لبس كي كان الفريق الاهلي في في اللايكو وموجود في معسكر مشيت وسلمت على الفريق وكنت لبس واسئلني وقلت لوراني لبس قال لي اوكي انا ده باش نحكي مع الرئيس رو الرئيس هو المعتش يحب عليك وجبدت هذي قبل الرواح حتى وانا غادي غالي رو الرئيس ما يحب قلت له انا ما يسيرش خليني نقابله كان هو كان الرئيس ما عادش حاجة بسير ما عاديش عاديش في النقعد لكن الحب نعرف عليش ما قابلتوش ما كلمتوش حاجات ما تخليكش تقابل الرئيس وقت اللي هم لا علينا فيه لا علينا فيه امتاو شوف ان شاء الله ربي وفق الناس كل ان شاء الله ربي وفقه هو ان شاء الله ربي وفقه في مستقبل وان شاء الله ربي وفقه في خدمته نشكر شكرا كبير اللي امم بياملول وهزني معاه ويعطيه الصحة بعديه كمان حتى لي صار ما صارتش حاجة وفايل مكتوب وفايل مكتوب زي لكن ديما نتمنى الخير لأي واحد كسوى هو ولا لأي واحد خدمته معاه ان شاء الله ربي وفقه ناسه كله وان شاء الله ربي وفقنا نحن زيت كيفيش صار تكون تاكت باش هزك كيفيش هزكه والله نتفكر بعط له ميساج طلبت ريين ومحمد وقته يلعبوا في بيجا و ربح مستير في المستير نتفكر وقتها هاك قلت له برب يعطيلي خدنا نعرفه قبل شوية كنا نتقابله في لفايات مرة مرة طلبت ريين قلت له دبر لي نمرو الكوتش دبر لي بعط له ميساج قلت له برافو يعطيك الصحة و كلمني غال لي توشت عمر قلت له راني قعد نقرأ وقتها في الكاف بي غال لي معناه كي يتعون كلمك كيفيش جيته أهلي ترابلوس كلمني غليان يحذر راحك وراه وعندي ممكن أوفر كان سهل فيه ربي باش تمشي معي حكيك كاتل فاهم بيش أصلك على ملاعب بيسامح اللي هو أني السلتو اللاعب الليبي اللاعب اللي عمل لتصريحات في وقت من الأوقات مست شوية من نجم الساحل بنعش أنا حبي أصلك حكيت فيه الموضوع معه اللي تهم بعض الملاعبية هو لعب في ريطوال نعرف تهم بعض الملاعبية متى عيتوال قال سرقوني من فيستية والله ما عندي عليها فكرة عمرو مجبد لك لا لا ما عندي عليها فكرة الموضوع هذا سلت ولعبت معه ودربته فهمت وكنا نسكنه في نفس في نفس البيت معنا كي نبدو في فيستاج لحقيقة عمري ما سمعت بها الحكاية هذي تصريح ما سمعتوه لا لا ولا لا ما نتفكرش لحقيقة لا لا بيه تجم أنت سامح في نها من العلد نشوفه تفيد تدرب لكلوب واللي طوال بشغولك صعيبة عليش صعيب خاطر هما ممكن يشوفوا اللي سامح وده تارجي واحدة وصعيب أنهم بش يستنجدوا بيك فهمت لكن بالنسبة لي أنا ما عنديش مشكلة لغاني أي يعني أي فريق نحنا في عصر الاحتراف شوف شوف سليم خلينا يكون واضحين لا هما بش يكلموني ولا أنا بش يجيني الفكرة أنا رانيهم لا حقيقة متى ربي لقد ما عنديش مشكلة لا أما مش بش يجي هاي مش بش يجي الحقيقة تو أنت واحد بش يدخل في عالم التدريب وبيش يدخل في واحد هنا نشوفه هنا في المعلوم لعب في تارجي والكلوب درب تارجي والكلوب لا جه الحظ ولعب فيهم الزوز أنا لعبت في تارجي أنا لعبت في تارجي بركة وماك تعرف ديما يشوفه واللي سامح في تصريحات وفي واحدة شوية على الكليوب ولا لتو ولا للينا ولا شي ما فهم أنت عندي شوية تصريحات مستفزة بتاع صحابي رو شوف رو يزم ويفهم وإلي راني شيخ على صحابي رو عندي صحابي كلوبستية وعندي صحابي منسوسة وعندي صحابي يعني راني قبل الماتش قبل ما نلعب ديربي لحاجة أقول له راني بش نربحك بش نعمل لعك فهمت لكن راني ما نتعدش حدود يوم أقوى تصريح وبعد قابلتنا وعمر وسلمنا لبعضنا وقرينا مع بعضنا كاف بي وإحتي تتشوف ري تقعد حاجة تقعد في تيرانس زي نخرج لبرة من تيرانس فمحة شيخ خيين وخيين فهمت كاو معنا فهمت توفغا ديك كيفاش بديد سامح